شاباب عسليم وما رح ببيكم مرة أخرى في بوسدرة بودكاست سيزن 2 لاتس دو ات معنا تهورة الهنية اليوم خوية محمد تاهر الدريدي 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 أتتأكيد مش العالم الكل نحكيوه في تونس خطروز تونس حاجة والعالم حاجة مع تريد العالم هو محصول في كوان فتصور تونس انتي تعرف ساعات نقول كل ما نقولك ما تعرفش بكو دي زينفورماشيون دي ما خير ساعات كي تبدأ تكثر عليك لزينفورماشيون والحاجات اللي قاعدين يصيروا دي تساتيري اكثر من لز صحية والله صحيح اذا كاليش اقول لك ساعات ما حليها كي تكون مثلا سامحوني على لفظ باما ما حليها كي تكون بهيم على روحك اللي قولك ذك عقوبة ربي تلك حدود الله هكيك العبدة ذكة تلقاه فرحان بالبامة متاعو بحيات ما فهمتني ما يخامه مش برش ما يخامه مش برش كي ما حكينا تورا معناتها الساتيريون اللي سايرة في العالم بارتو معناتها اليوم نحب نحكي معاك بيزو مو على التونس اللي زيدة تحاول من شيرتها بش تعيش وتتعايش خطر اليوم على قد ما فهم زيدة حاجات خايبين ديما فهم حاجات بيهين وراء الحاجات الخايبين يسيروا نحب نقول انه ان شاء الله رب ينصر خويتنا في غزة وفي فلسطين ان شاء الله رب ينصركم القلوب معاكم مازال موفيشاي بإذن الله منصورين وراء النصر من عند الله خطر اكثر يمكن مشكلة النجم ونحكيو عليها اليوم ولا اكثر حاجة نجم تعب نفسيتنا هي غزة والحال بري سايرة على فلسطين بطبيعة اخويا بطبيعة معنى تذي قضيتنا الكل بالحق وكي تقول قضية موش كل لغة خشبية بتاع بديميساج وقضية بالرسمي معنى تذي ها واحد كبر ايراف الفلسطيني يتعذب كل يوم كبر على هذيك ويعرف لي ذيك ارضه وحقه وربي سبحانه وعد انها بش ترجع في كتابه بإذن الله وعد الله حق معنى تارى بش ترجع بالليه تصور روحك بالليه تصور روحك انت في دارنا انا يدخل علي انسان يخرجني يكتعني بتريحة يقتلي بابا وامي وخويا وكيفش تحب نفسيتهم بعد تكون فمع بيض ساعات صدقني عرضوني حاجات في التلفز خرجوا الصغر ومبعد خرجوا الصغر ومبعد كملوا حربكم شنية ذاية نشوفي حاجات مالو رزمو حتى عن جهلة ما تغيذ فهمت ارضوا يا صاحب يصاحب الارض هذيك اي 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 امتاقوا والناس تستنى فيش معانتا تستنى في الغرب باش يعترفوا تي هو ما اللي اسباب المشكلة معانتا بريطانيا وامريكيا هو ما اللي عاملن اسرائيل ماش كون عاملتها اسرائيل امريكا هي اللي عاملتها معانتا ما انتستناش منهم هذه كلها كذبة حقوق الانسان ودراشنية ويومن رايتس والناس تعملوا وفالسطيني والناس كل تحكي ما مفا كذبة راهي العرب كان ما هو مش بش يفهموا اللي هو لازم يقوم ويتحرك ويحرر الارض هذيكا خطر هي مشكلة العرب الكل هما في بالهم على فلسطينيكا وتصور انتي جايونا لتونس مثلا ولي صارت ضربة عام 85 ووقت اللي جاي ياسر عرفاته واني في حمامشت واحد اكتوبر حماما في 85 حمامشت اي انا نحس بالخذالين اللي صايد يمكن من العرب اكثر منه خطر ما تنتظرش معانيتها من البلدان الغربية ولا من البلدان اللي معاديتك معانيتها بش تنصرك القضية سينو ش عامل شنية رجوية شنية عاملة فيك تونس والله صباح ويا حمدول الله هاني نخدم على روحي تاوى في المسرح في السينما شنية فامة جديد ترى والله بارش حاجات تجدد فرحان حمدول الله قاعد نحذر تاوى في وان من شو فامتني مع المنتج خالد عزيز اللي عامل افن مو سبايستون خالد عزيز اي خالد عزيز اه سي افن مو تعضى في المسرح البلدي حاجاتك اي سبايستون محلية حبيت نحذره موزيكة تلق شيفة مرات في حينا زارنا في رنضاليف بينا تنقال لنا ليس ونا لك مايوخي في بالك هنا يطلع معايا واحد في الكرب يطلع معايا واحد في الكرب يقولي شنية الموزيكة ذاية تعرفهاك الميمز طاب تدزو من بيبك عشبكش يزيد داخلي في توفولت اه شنية اعطينا غنية شنية حابو غنية او بش نذكروا نحنا جيل ذهبي برجو ليا جيل ذهبي بش نذكركم ما نعرفش تتفكروا غنوش غنوشو متعنا بأحلى لوقات اذي حتى اقدم منك اذي غنوشو فامتني فاما كابتن ماجد فاما ريمي يومنا مست في اذني واني امسح عن قلبي حزني اذي ني اذي اذي نجي متعرفيش كي ما عمتلي غنوشو عمتلك اذي بش نجاوبك به كيفيش ان اكبر ماجد لا شمتع صغير حديقة سرية يظل يفزهاك ان تفكر حاجية مثلا مررتي بي خاتي تري فكرة عبرتي ذل لدي فكرة عندك كابتن باسيم يبتم شمر ذيكك الواحدة ديما هكي كابتن باسيم يضرب ربعين تخيصة بشي شوت صحيت ومن بعد يقطع الشبكة وكل شاي على فكرة هيا هيا فريقه المز اللي تشجع بيك ويضرب نصف ساعة والله ساعات حلقة كاملة يشوت في الحلقة اللي بعدها انه يمررها ما هذا ضربة النمير المقنع أسمع أبي غدا في الحلقة القادمة سيمرك هل منتش تعمل حاجتك ايه والله في بيكي محسهم نوبل على الاخر انا الموزيكات نتيحهم والكوميكات فرجنا فيهم صغار مصير عليش احنا طلعنا هكا عليش طلعنا بالرسم يسميون الجيل الذهبي ولا احنا مسمينا رويحنا ولا مشحنا هو كل جيل يراهو يجي يسام يروحوا جيل الذهب مثلا بابا بالنسبة لي هو جيل الذهب لا لا بالرسمي الجيل امتاعنا خلطنا منه ومنه خلطنا على كاترونترواديس والتاكسيفان وخلطنا على توا وخلطنا كل شيء كاربوستاني حمده خلطنا على الثورة خلطنا على كورونا خلطنا على الحرب الحمدولله يا رب الروج الروج قالوا حمدولله ويحارب في ضغوطات غريبة جدا شراوت براد الروج أحلى الروج فما عبيد زيد ديما نقول ديما أكتيف يعجبوني حتى في السوشيال ميديا والروج بالرسمي عرفتك يسوبرتيك يلقى أي فازة يبعث لك طول في تبيعة طويل عبيد أخرين ليه وريت الروج مثلا وماشاء الله وراء عندك يموك كوميونيوتي بي يتبع كبيرة بكذي معناه هو ماشا ذكي ووليدها وقديم في الدومان معناتها الروج تلعش نسميه الروج عبارة بورت باغول النقطة في قفلة السبات الروج حتك يحكي معاك نورمال تلقاه يدخلك يعديهلك بطريقة معناتها فيها ضحكة خفيفة ما غير غشة ما غير حد شيء ريت بال كي تسمع من الروج هكاية مثلا يحكي لك على حاجة تحزن ما يعديهلك بذيك هي الكوميدي هذيك شنون الروج هو الأجزامبل متاع الكوميدي لو كان جيت عبد مثلا عليش خاطر فيه فيه لي مغنوع خفيهك يعديهلك حاجة حزينة أما بالضحكة في اللي جينا متاعه ما هوش معناتها يعمل فيه ما هي الاسبونتانيته ذيك عليش لعبيت حبته أنا مثلا ليه مثلا أنا رو الضمار نلقى روحي فيه بالصدفة رو وما نعتبرش روحي ذامر أي خاطر عندك زيد بنسبة لي أنا ما نعتبرش روحي ذامر رقى فيه روحي بالصدفة أنا بديت بالمسرح فأمتني بديت بالمسرح وشخصيات أول مسرحي خدمتها عمري تسعة سنيين يمكن اسمها جثة على الرسيف سعد الله وانوس التراجيديا قمة المأساة ودرشنية وكوانها صغيرة فهمت عدت فورماسيون هكا كالين مبعدنا نلقى روحي بالصدفة في التاسعة كلمني محمد دهش وقت فتا مع عبدالي شوط اي 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 فاشفوش اخويا شرف فهمتني قال لي يجا بعدين اخويا كذي نلقى روحي في الموند بديت نفهم شنو كوميدي شنو الفان شنو كذي وباكة البرسوناج كومبوزي اللي نعملهم اللي هما بالمسرح ونجمت نعملهم بديت نفهم في الكتبة في الضحك هذي الفان تكتبها كي بديت نفهم اللي فهم مبارشة بكوت جنغ متاع كوميدي كما الكوميدي نوار الكوميدي دراماتي كوميدي دستيتيعيش صعيبة اليوم انك تعيش من الحاجة اللي مغروم بها يا جملة بالعكس بالعكس ينفوها هي الانرجية عندك انتي معناتها انتي الشيف نحكي كوتي فينانس نحكي كوتي فينانس كوتي فينانس هي بيانسور صعيبة ماملاو لازم تعمل شوية تضحيات يعني ريت تول الحمدولله انا مثلا خمسة سنين لتالي ما كنتش نحلم اني بش ناخو كاشاك ما اللي ناخو في اليوم مثلا ولا اني بش نلعب في تياتر كي ما كرتاج فهمت فهمت وقال لتلع مع كامل تويتي في نفس الليلة ولا معالمي النادي ونضال السعدي باللي فهم سوپورت مثلا من الجينيراسيون اللي قبالكم معانيتها فهم توقيتش بدلي مثلا كامل تويتي من النادي فهم مبرشة حتى مش لازم يكون حتى راود المسرح ما خالينا نقولو انو عندو ستاتوية ارتيستية كاية تياترال فهمت فايجيوك مساجات ولي والله العظيم ومحليهم بالحق رأو مش كلام متاع خطر اللي بروموسيون ولا اللي بروموسيون متاع اللي بيو قاعدة تصير على حاجات فريمون تيفها معانيت هي هكاكة ولت مالورزمون تسخف الحكاية وخايبة وكل أما هكاكة ولا العالم الكل فهمتني بالحق فهم حاجات تاو كيما فلسطين اما تخاف لها تندانس فهمت يا احنا بيدنا هنا ونجاجي وفلسطين علش مثلا نقبل الحرب ليت نجم تخامهم بينك ويروحك على نفاق بلكش أنا بلكش أنا منافق معانيتها بيانشور تدخل في الدوت أنا ندخل فيها الدوت أنا نحكي فيها مادام أنا وليتنا تعاود وليتنا شوف في حاجات قبل قبل في أول من أول ما بديت خاطر هي الحرب من قبل من أول ما بديت العدوين الجماعي والإبادة اللي قاعدة تصير كنت تتقلق وترقد وتحلم والدوزاج متاع النفسية متاعك تتعب وكل شي ومن بعد وليت تتزابي ومن بعد وليت معاش حاب تسمع ومن بعد وليت تقول شبيني يعني علش الإنرجية علش العباد وليت ستنست ومن بعد تقول سبحان الله تعود اللي كنت ديما تحكي ما تتعودوش ما تتعودوش وليت أنت تعيش فيه رأي حرب تظهروا بنفسي غريب رأي تعيش حرب نفسية حرب نفسية بين فلسطين وبلادك زد اللي ماشي فيها وبين روحك وبين المستقبل اللي هو مجهول وبين برشا حاجات دخلت في بعضها الحكاية فمتما فلسطين رجعتك أنك بتتشك أنك تقول أنا وين ماشي بلادي وين ماشي تشك نحن ناس نحن اللي جانا كلي كنا محلينا قبله جونا ومخاخنا وفرشير وشيخة ونخرج ونضحك وبالرسمي كلي من القلب تحسها تحسنا كبرنا تحسنا صحيح أصحاب كل اللي عرس واللي هج واللي عائلته توفاه تبدل أسمع فم حاجة والله معنتها إيش أنا أحكيه مثلا سودي زون تروازون لتعديه من كورونا كورونا مثلا شدتنا حصرتنا العالم في كوان نظف سبحان الله العديل الإلهية أنه تنظف الأرض وتشدك أنت في كوان تحسك أنك أنت رأك مجرد مواطن وأي إنسان على السوشال ميديا بما فيهم العبد الفقير والليه رأكم تيفيين رأي العمدة على قرية والعلم والطب وكل شيء وانظافة تعملك تعدى بريود مفوتوا كورونا نرجعه أبشع من قبل يرجع للسوجيقات في السبيتار هو اليوحكم ترجع تسيب أنت في الفرم وفي الواحد نحكيه على المواطنين ترجع العبيد ترجع أكثر للدوزاج حتى متاع 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 التسيب والكوره وكل شيء بعد ندخلوا في الاخرين بعد كورونا نحكيه حتى طاو معناتها تكونونا في نعم ولا تشكروا فتخرجونا منها ولا تشعروا كيف نحس فيه كل مرة أنت تحس أنك أنت في البير سبحان الله تصير حاجة أخرى تحس روحك أنك كنت في نعم بطبيعة بينصير اللي صايرة ذي الكل وبالحق مثلا كما لكلنا عليش نفهم نوستالجي للصغر على خطرة ديما تحس أنه العالم يمشي ويتهرد كثر الوضعية تمشي وتكون أخيب فهمت ما هذه هي معناتها وسيذك هي صنة الحياة تزيد معناتها كي تشوف أنت يقبل زيد روما نول الدنيا هذه مشتو نحكيه كوتي أمراض مثلا كورونا نقبل ديما من حكم تربي مثلا أنك الوضعية تمشي وتخيب مارلين مونرو باريكزون انتحرت مارلين مونرو رئيس أمريكي يقبل وكان يعبدها كانت سمبول متاع الجمال في العالم انتحرت بيبولير مارلين مونرو خلينا نقول لأصحاب الأرقام معناتها العبيد اللي قاعد التنفليونسي ولا مستين ستغرم بالديجيتال فام حتى ستريمج وفام العبيد المعروفة الديجيتال فام الإزارتيس وكل شي ديما فام كون يدخلوا متاع ديبريسيون ديما فام كون يدخلوا انه ينجم يكون العبيد كل سواديزون هكيه يخزره بنظرة ولكن هو يخزر روحه بنظرة أخرى يحس في روحه معناتها قاعد يعيش بشيراضي العبيد اللي قاعدين يتبعوا فيه بابليوز هاي جستم أنت توا حكيت على البيان اللي أنا نتشابه معاك فيها على الأخر خطر أنت مزلت أنا نعرف اللي تعادت به واللي خرجت منه واللي داخل هذي الكل وريد كي توصل لمرحلة هذي بنسبة لليان نراها نضج كبير يسر معناتها ريت انفوه وصلت تسيومي تقول أنا عندي دپريسيون وأنا لزمني ما أخطر هو وظل نرا أي انفوانسور قاعد يخدم وعندو كميونيتي تابعوا فيه متعديش بدپريسيون ومتعديش بالدوت نحب ننبطل كل شي ونحب نبعت راوه ما هوش في الصحيح راوه ما هوش ماشي في الصحيح راوه يصربي في اللي يحب وهما ما نسي راوه عندو إيماج أخرى ما هوش هو بالحق ذاك بتاتر عمل إيماج تصويره هو بيدو مصدقها دونك معاش فما هو ولا فما العبد خلف تروبلوغان كيما أنا مثلا في المسرح نعمل برسوناج ما لازمنيش نقعد فيها البرسوناج هذيك ما أنا نعرف كيفية التكنيك متاع البرسوناج الصوت الغازر كيفية تدخلها كيفية تخرج منها هذيك ينجم يكون ما يعرفش لما في اليونسور اللي قد داخل في تريب وبايع إيماج للعباد على روحه وهو ما هوش هو هذيك ينجم تضره هو معاش يعرف روح وشكون معاش يعرف وين ماشي ما جيوش الدوت والدبريسون دونك تجي المرحلة هذيك قوية يسر بالنسبة لأنا نحبها المرحلة هذيك ساعات نحب ندبر موحدي نجلق نقول وقت الدبريسون وقت تدخل في الكوان فيك ساعات هاي ساعات نبدأ عمل جو ونقول لها وقت دبريما أو خلي هذه فمرة فمتلزم هاي فما كلمة نحن صحية نحن ضرنا مشينا نعرف وقعدين سيخطون نحكي وبرشة مع الكميونيتين متع لي جون فمتني فما دي ما يراني بنسبة لين يصبر على الحاجة اللي ما عندوش ومن بعد تشوفو يزمو تشوفو كيفش يتعامل وهو ما عندوش الحاجة ويزمك تشوفو كيفش يتعامل وهو عندو كل شي يصبر على الحاجة اللي ما عندوش كذي نتصور التوينس الكل بصيفة عليهم عايشين الحاجة اللي ما عندوش في تونس برشة حاجات معناش نحكي بصيفة ما عندكش حل فهمت يعني يا بيش تصبر يا طير قرنك ما عندكش حل معناه لازمك تصبر على الحاجة اللي ما عندكش وإلا تسعى للحاجة اللي عندك خطر زادا كان بيش تصبر ياسر تولي تناجم تقعد ما عندكش حياتك لكل الحاجة ذيك كيفاش المودفين بتاعك تهر تاو انتي اختنا مني اختنا مني بيشوناج واختنا انتي شني قاعد قاعد تخدم كزوزوها معناتها في تيك توك ولا في الانستغرام أما انتي كمودفين كموت من تونسي وكل شي كيفش قاعد تليش في المودفين بتاعك معنات والله أنا معنات بعيد على الراه هنا مثلا على الانستغرام ليه الانستغرام ذيكا ماهيش حياتي معناتها بريتو هنا راني نخدم معناتها ممثل في خدمتي واللي عملها مني صغير واللي معناتها خدمتها وصلت قدمت في برشا مراحل معناتها في السينما في المسرح فهذاك اللي أنا نبيع فيه في الريزو سوشيو ما نبيعش في حياتي هنا حياتي هنا سيءوت خوشوس واللي هي ما تبعدش برشا زادة على خطرة مثلا في الليل ديما كلي نحل نقرأ حاجات على المسرح على تاريخ المسرح على الأفلام اللي ظهروا جدد ونركز ديما على البرتيج جد كتير معنتها نتقابل ديما مع صحابي جمعة الدومين تلقاني في الليل فيها توليه متاع كتيبة تلقاني مع جماعة متاع ستنداب ما نصهرش ما نحبش صهريات ما نحبش وراو عملتهم الكل راو حاجات تعرف سيدة لير كل جربت اي عادي هو الانسان مش يتعدى بحاجات تماني قطلك الماتوريتين مش تخليك ساعات تقف مع روحك كناش بد جملة بش نقول جملة ريت مثلا الكونسيبت متاع الحاكم يدخل ولد ويخدم في الليل دومين الكل في الليل دومين الكل تلقى روحك بسيف عندك فيرسيون متاع عبد مثلا شاد منصب جست بالوراثة في تونس هكيكرا بالحق الحاكم مثلا الكل هم يدخلوا ولدهم وبناتهم يخدموا بالتليفون معناها خلنا حكيه وكارتشورتاب فهمت وبينهم وفيهم برشة شورة فيه قراب بانسور فهمت منهم صحابنا وفيديهم فهمتوا وفيهم عائلاتنا وفيهم برشة شورة فيه اما الكونسيبت هذيك اللي هرد البلاد الكل خطر حتى تبيب كيف كيف جيال البلتي بوفوار سيكس وفلوس كبروا معايا ومعاك هذا يقبل البلتي غنى معناتا يحكي على البوفوار بوفوار متاعنا في تونس ولا في البلدين العربية ولا في المجتمع الشرقي يمثلك القوة كيف هو في عندك بوفوار دي ما تمثل في القوة انت حب الناس تتفاكرك بايش حابة تفاكرك نهاريخ من حباش تتفاكرني لحقيقة كيفاش من تحباش تفاك انت اليوم من حباش تتفاكرني انت على سوشال ميديا سامحني ولا في تيلي ولا في بلايس مش يتفاكرك العباد حتى وكان انت معينك شما والله ياللو معتها انا كان مشيت معاش نلوش في العباد يتفاكروني ولا نخمم في عالم اخر نخمم في الاخرة نخمم في انا بعض ما عاش يهمني انا الناس تفاكرني ولا الله لا تفاكرت ان شاء الله ما تفاكرنيش بنسبة لي انا تعيش بارشة واحدة ولا انا مشيتكي هو بشي تفاكرني شنو بمرفة ما انفعتي هذيك عليش كل واحد مسؤول على الحاجات اللي قدمت يقولك تفاكروا بالرحمة وكذا واحد فهمتني صحيح اما انا بنسبة لي صحيح عليك تفاكر معالمي وفا ان شاء الله واحد يكون ما خليش حاجات خايبة وكهو وفهمت ان شاء الله يا ربي بيك معانتها نرجعلك جوست على ما خليش حاجات خايبة انا مثلا دخلة في الديجيتال نحنا اعملت راني اتيت دو مرشي غزرت غريت انو تفاهماش واضح قلت بش نعمل البرسوناج هذي نعرف اللي هو بش يظر بغد اللي بش نعمل عمل مليون برسوناج مبعد فما ايماج جيتني انا راو خرجت مبعد ريت هو البرسوناج ينجم يأثر برسوناج نخبش نخبش فينجم يأثر انا جاهوني مرة راني ديما نخمم في الديفلوبمون اوكي عملت ظهرت انتي بستراتيجي اما عندك افكار رون بعض تحب تربيهم للناس عندك افكار انا وكي ظهرت بستراتيجي ذي كخطر لازم مني نوصل للبوبليك لازم تدخل في الكميرسيال موش الارتيستيك اما كي وصلت مثلا تخمم في الديفلوبمون تخمم كيفش تنفع ليسمعك كي جاءوا مرة صغار انا قاعد في القهوة جاءوا نيجي يمكن سبعة ثمانية صغار خرجوا من المكتب قالوا لي نخبش واذا كويحة راية شخصية نعم مثلو فيها رد بلك تعملها معناتها في الظلية ولا تقوملها وفما ايماج اخر قعدتلي في مخي هابتين المهدية وقتا نعمل في استنداب جاءت مرة قتلي عسليم اخويا انا راني ما نعرفكش اما ولدي يعرفك ويحبك سلم وقدش عمر وولدا قسمان بالله عربع سنين عربع سنين ولدك في التيك توك واحد وش يعمل مدام ولدا عربع سنين يشوف العوق يشوف الوحش يشوف كذا يسمع سبين وهي ما تعرفكش دونك مخليا ولدك وحد يحاوز في التيك توك بش يتعلم سبين الهنا تفهم منين المشكلة ليه من هذك لا يوجد المشكلة ما الوحش نجم يكون هو مريض على رأي ونجم يكون مهبول المشكلة من كيفيش تخلي ولدك يحوز في بلاتفورم حط له الموقع الأزرق وكهو انت عمره أربع سنين خلي تعلم عليش هك خاطر تلقى ديب ويب وتلقى النواع الكل صحية تلقى كل شي كما تخرج في الشارع عندك حماس عندك جامعة وعندك برنة فأنتي تختار وين تحب تمشي الديجيتال هكاقة ما تحكمش على المفليونصور إنه لازم يكون وليزم يكون هو مسؤول ليه انت يكون مسؤول في شنو بش تبع شكون كذا واحنا اللي طلعنيهم أراو الشعب التونسي يجيك يقول لك اسمعني تفاها ودراشنية لا ومعاش نطبعهم ويسبهم أما انتوما اللي طلعتهم انتي اللي تسبوا اللي عامل روحك ورقي وانتي تخمم زعم بالده أنا أنا بيدي أنا من تاي شعب شعب عارفوا تسبوا رالي كراهن عارفوا نام برشة حاجات تعملت فيو على دراشكون ودراشكون أنا اللي عاونتهم بش طلعوا كان هنا نقول لك شنية أكثر حاجة فرح واختيش بالحق كانت تفاكر روحك تهر تقول أنا في البلاسة هذيكة ولكن نعم في الحاجة هذيكة فرحة دي ما نقولها عندي برشة دي ما سورسين نبدأ في عالم آخر نبدأ شيخ ما تقلقش كي من ديفيت ما تنجمش مثلا بش نحكي لك مثلا على كوميديان اسمه ميشيل كورتمانش هاي ميشيل كورتمانش من أقوى لكوميديان في العصر بتاعه عمل استاج عمناه الفيتونس وانت عمناه ميشيل كورتمانش تفا في بلده بطل الكوميدي اسك تخمم انتي ستنبدا تبدا سورسين وقت اللي وقت اللي بلز وموان يبدل ريتم طايح مع الببليك شنية اللي تدخل فيه كيفاش ريتم طايح مع الببليك تلاشة مين انا نجي نتفرج فيك ونلقى روحي ريتم طاح انتي كا كوميديان تحس الريتم طاح بيدي تسمى ذيك بيدي تعمل بيدي معناتها فما ممود سيلانس ووضعية خايبة ياسر الممثلة ما لازم تتعدى به اكبر الكوميديان والزيوموريست في العالم الكل لازم يتعدى بالبيت مفهميش معناتها فهمتني عما هذيك بيش تغلبها بالخدمة صباح ولي اللي لازمها صباح ولي الكيمة جور معناتها انتي تترا اي حد في الكوميدي ولا الاولاد اللي نراو فيهم صحابنا معناتها كل لهم محظرين كل لهم كاتبين كل لهم لازم يعرف شو معناتها بانشلاين وفارشة وكيفاش تصير بالفان وستيل دي كريتور وفان تروازين الرجل دو تروى ولا كتب دوزين دو جري ولا تروازين دو جري اكثر واحد قريب لو في عائلتك في عائلتي اي الكل بابا ومي واختي مياسي غمانحكي وكي مثلا تتنجم تحكي معاه في حالي دي كل خطرنا احنا دي معان انه حتى كي تتتعدى ماذا بيه قداركم ولا عائلتك ما يسمو بحد شاي لحكيتنا لك تعيش جملة انا عائلتي كل شاي يسمو بي بردتاي انا احكي لهم كل شاي انا معانتها لو يمكن حاجة ما تعرفيش علي عبد اونات ياسر معانتها دو فاسون نعمل الروح يمشيك كل ساعات فهمت نعمل الروح يمشيك مثلا انا نبدأ نحكي معاك عادي نشبدلك اسم مثلا حد من صحابي يغدرني ولا كذيراني تعود تعيش المومو انا مانيش نقصد بشنوان شوهل وصورته انا انا اونات انا نحكي انا ماننجمش نمسكي فهمت ذاك علش كي قدرك راو العبد ذاك اغدرني بعد تعليه معتها راني ماننجمش نمسكي ماننجمش نقود نضحك له في وجهه نافقه كيف كيف مع عائلتي مثلا مع عائلتي هكاكة انا هكاك مع كل شيء وقتش خير مرة عملت مشكلة مع شخص اخر مرة قبل ماشي متع تركيا اللي العبد ما تعرفوش وقت اللي انا قلت مش نبطل الفن ومشي تركيا مفماش واحد لوجيكمان يهبط من كرتاج المسرح متع كرتاج ويقول البلاد ما فياش فورس وانا دراشنا مش نبطل الفن الحكاية كانت غدرة من صحاب اللي هم اقراب الكيسر وهي اللي خلتني نبعد الحقيقة ودبريسيون أنا بويسكو بيبولير دونك كدخلت في هذيك حبيتنا بعد ما نجمش نقول السبب هذيك احترام للصحاب وللاشخاص اللي هم معروفين وفي الدماء انتي تختار معنتها انو وين تصير وين تصير حاجة سوفابا ولو تدخل في فترة هذيك تختار انك تبع هاي به خمم اكيه في العيشة هيلثي شوية كيه وسبور مش شوية خمم يصر انا دي جاته في العيشة هيلثي معنتها قاعد ناكل هيلثي صوف الدخل اي صوف الدخل خمم خمم هكيه بهي انك ساعات تجرب روحك لاخرك اللي اللي تخر بالحقك اللي معنتها كيبابل بش تعمل برشا حاجات في سبور في نفسيتك حتى خطر اسمع القرب من ليه هو سبور يبدلك برشا حاجات صحيح كلنا نعملو كلنا ننخرج ونعملو هكا نعملو فازيتنا نخرج على السكة ما هذيك تحسوا باز قوية على الاخر بش تكتشف روحك الاخر عرفتها صحيح بش تعرف اللي لازم كتجربها اثنية ذيك معتها اي جون اليوم يسمع أنا مانيش في نجيبها زعمها ننصح فيه ونقل وابعد على الشيخة ولا بقى جرب هاي جرب بدأت تفهم اللي هي اثنية ما توصل جرب وزيدا يحكي بي حضر خطر خطر بالحق ساعات اكبر عدو وين الراه للانسان هو نفس نفسه ماذا واضحة ذي هكبر ان مي هو انتي انتي ما جوغي يفاكسيني انسان كبرت تعديت بديزيتاب معينة فما وقيت انتي راك نتيجة القرارات متاعك ديما نقولوها نحنا يقول لك سيمتلئ كتاب وحياتك بالاختيارات اللي انتي بش تعملها في حياتك اللي هي واللي الحاجات اللي حابي تجربها والحاجات اللي محابي تجربها من بعض الاختيار بش يبقى ديما راو كيم فاما حاجة خايبة راو التكل اللي هي اختياراتك الحاجات اللي باهم اللي سبحانه وتعالى الحاجات الخايبة راو من اختياراتك انتي ذايا حاجة مهمة بشي عرفها العابد اللي محصور في بيت مع افكار مع حاجاتك السواء شيخة من منشرب الجون تلك كل شي برمشي تجرب روحك لاخر بايكش تتلقى حولو الخير فهمتني وماناش يقولو في راو لغة خاشة باي خاطرها موات في واحد يعيش بي واحد دي ما يحب يزيد ويتعلم ويقدم بيع لو انتي اليوم تحكي بار اكسبرينس راو مش بتجيبها نصوح ومبعض مثلا في الليل يراوك صار في بار خاطر فهمة منه وما ذوك اي قولك فيقد شائلة يعطيه اي اي مش معناتها راو هو غالط ذاك اللي سينجم يكون هو القى حياته غاديك صحيح كما انتي جربت كما قلت لك انا جربت انواع الشيخة الكل انا سيومي اليوم جا سيوم انا اللي تعاديت بي الكل قلت لك انات على الاخر جربت انواع الشيخة الكل زايد اراب اما عرفت انه اثنية عمرها ما توصل انه هذيك الكل وفيك انك بش تقوم من غدوة في عالم اخر وبش تقوم تحب تعود ترجع للانرجية ذيك دونك لازم تتعيش حياتك شيخ وإلا تسيومي وتفيق مثلا انا اليوم بالحق رو قد ما جربت انواع شيخة عمري ما جربت شيخة كما المسرح والاحساس اللي تحس هو انتي ثورثان وإلا وانتي تلوج وتكتب وتخرج في دي زي دي بالحق حاجة تحسها تفيدك اليوم اسكو تفرح وقت اللي تقوم على مليار موجود في الكونت بيدوني حتى غاية كانش بالحب شنو بالحب معناتها طرق روحك تصب لك مليار برو انا تتصب لي خمسين الف نفرح مليار شعوب بينا يسر بي انتي كيرا قولك انا مثلا كنت جيت عندك نوعية الفلسة شنية تعمل بهم اول حاجة اول حاجة اي اول حاجة نصرفهم نصرفهم بي نصرفهم والله والله ماشيين في اثنية قونية على الاخر اماجين في هذي كولتر قلت لك رو فهم شرط بركة ما قلت لكش انو عندك في ديك نهائرين حياتك مزيل فيه نهارين صحيح بش تعطيهم للي استحق وقت انتي معلش تستحق باي اما فهمه اوبسيون انتي عندك فيهم نهارين كيفيش نرجعه عادي وتخدم على روحك وان شاء الله ربي تقول لنا فهو ما لخطر اللي سبحانه وتعالى يعلم ولا نكملو فيه بسعون مليار شنية تختار شو معنات معنات هنا رجعو انه ما هوش موجود المليار نخلين نكتشف حياتي وكل شاي وإلى مليار وعندك نهارين اي بان سير حياتك برو معناتها نجم نجيب 40 مليار انا في حياتي معناتها بش نوريك حاجة توتهر وصلنا لبوان انه سبحان الله انه الانسان ربي كل يوم من يعمل ليه مانيش نحكي لك عالصحة وعن نفسه من يعمل ليه انك تفيق كل يوم انك عايش انك عايش بش ديما فم حاجة نجم تصلح كل يوم كل يوم كل يوم الناس تفرج ولا تسمع كل يوم ربي سبحانه نعم عليك بنعمة وانتي يفايق قالك فم ألاف ملايين لعبيت في سبيتارات في بلاسة يتمنى اللحظة اللي انتي فيها نحنا ساعات سرون معناتها يولي الانسان متضمر من كل شي يولي الانسان يحس في روحه مظلوم ولا كيفيش في تبيعتي هناك ره دور الضحي معناتها حاجات اللي عندك في رحبير حاجات اللي ما عندكش يخدم عليها وكهو طورة بش جاوبني بش شخصيات خطركم معناتها فهم فهم ناس انا واحد من ناس فهم شخصيات ساعات نبدأ شيخ بيها كسو سوا بيوت نوبل ولا لي انا بش نسلك اسألة وانتي شوف شوف كيفيش تجاوبني بيهم بشخصيات تختار شخصيات تختار ولا انا نختار نحبك انتي تختار صلو الكيستيون كيفيش فهمتو بيه قدري انا بكو فيس لحكي بيه هاولا كيستيونات لشاي بش ما تقولش بش نبدأ نسأل فيك قاعدين فيه طهو على رويح نبدأ بشخصيات نجاوبك على مثلا زوز لفاسألة ولا كل سؤال شخصيات كل سؤال انتي بدل نكوره بدل نخبشو نبدأ بنخبش خطر لازم نحط رعي خطر مش كيما مثلا نخبشو بش نجاوبك نخبشو مثلا اللي حبوه لعبات البرسوناج هي ذيك مثلا خليه مي امشي معاه فلاسنا شنية مفهوم الحرية عندك بش نخماملك بمخ البرسوناج روى بيان سير بيان سير سيليمو عليك نعم بوزين ولو تبوصدر عندي برشا حب نحسرني في البودكاست تذي ان شاء الله ما نخرجوش يا ربي ولا العظيم بيان شنية مفهوم الحرية عندك مفهوم الحرية بيانا فهمها بالغالت الحرية ولا العظيم خطر نحنا يسر حرية وووو تفرج انتي ولينا نحكيه في الميكرويت عادي العباد تتبع فينا نسكرو في اللي كونت عنا بووار كبير ولا العظيم ان جيت رئيس وتخطب على العباد اما رئيس حماني ولا اختار انتي البرسوناج ولا رئيس سير فتح الهات ديوي مثلا ترا هاتي خطاب بش يحكي معه مع التوانس اول حاجة التوانسة لازم تعملوها لازم كل التوانسي يفيق على وضعه عنا خاطر ما هوش حل بش نقعدو نتبعه في الحكومات وفي سياساته تصالح روحك جميل بشيب الناس حيح خويا انسان تساكرت بيه للمور خدم دي كونديسيون فاميليال وكل شاي فهمتني ووقف في انترتيان مزيلو معناتها خلينا نشيو غاديك جي ووقف في انترتيان بشي دابر خديم على روحه ينجي بيكون برسوناج لحاس ينجي بيكون انتي اختار البرسوناج اما انتي جيت عمل في انتربيو مع مع رئيس شاركة معناتها ورمودي في شاركة نعملوه والتحوم نعملوه والتحوم مفازي فرير شوي سيليمو عليكم صاحبي سيولات في بلي سمعت اللي حالينا انترتيان توم حاليا خوايا حاشنا بشوفرة خوايا انتي عندك برمية لي خوايا ما جيتش على الشوفر جيت على ديركتور ماركتينج في زكيا لي لي حاطين رأو في سيت شوفرة ما حاطينيش ديركتور ماركتينج ما تعتونيش فرصتي انا في الماركتين قرارو في تونس اسمع حد ما يخدم الدومين متاع قرارو في تونس ولا العفية في تونس سيمي الفير مخرج هما هو مخرج عمرو مقراء خراج اكس هما هو شوي يا مان تتاوش نش بزيدي في الكوميونيكاسيون جيت سيالوت في سمعني جربني ومتندم اشتوما نخلص الشهرين الويل ولا العفية دومي الماركتينج جوي ولا الحوم كلها لحامة انا رديتهم لحامة نجيب لهم الكبير كبار وعلا بجمشو في اخر قسيان بمدي سوى ديزان نحطك في في تيب اخرى انتي انترنور متاع اكيب فوتبول سيمي الفير سيمي الفير وازي دونك كيما تراو توانس الكل البرح كان نهاية العقد متاع سي جلال القادري ها 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 وكذلك جيت انا اليوم بش نعمل لانترنور كيما كنت مخرج وانا مانيش مخرج ها ها كيما اليوم عملت كل شي انا عملت تلفزا عملت برامج نثوا بش نرني ووالا بش نخدم لهم على الباد بوي معنا سيمي تخرج هناش روحاشنا بيكيب دفوت روح دندون روح موش نصور بجديد انت تدخل نيديدش دخلتنا أولاد مفيدة أولاد من عرش دخلتها بعضها بجديد دخلنا بعضها في فوت شوف الفوت بتبيعتها دخل بعضها فهم لي معتها مانيش انا فهمت سيلي كونسيبت تونس هذيك هيا لازمك تضرب ضربتك تربح فلوس وما يهمكش في بينات كوموند ووالا أصور شما بينات نا اپار الكوموند خاطر نكون برشا عزيزة اخرين موحمد تار تريدي نزو تبرو مهم برشا انو تعلم تعلم البرنسيب دو امتيحة تعيش بيهم انا فرحان يتيب حذي والله انا زيدا فرحان يلو بالحق كما قلت انت يقعدين نمشي ونحكي مع لجان وكل بالحق اليوم اهم حاجة اللي هي توريك اخر جملة قدش مهم اننا نحكي مع بعضنا ونحاول نلقاو ريزولتا سورتو لجان الكبار ذوكم على روح اذا كان لجان اليوم نقعد وحتى في قهوة كيفاش نجمونا بنية وكل واحد يبدأ بروح عليش ديما بالرسمية ذي الحاجة خايبة برشا انو ديما الانسان ديما نحنا الضحية والاخر هو اللي ظالم لات نجم تكون انت ظالم كل كبار كل واحد فينا شرير في قصد واحد بني انك حكمت على هذيك انو خايب النجم يكون أنا لها الخايب ولا مجي تكش الفرصة بش تكون خايب فما حطويحت به انتي تربي سبحانه تساترك مجي تكش الفرصة بش تكون خايب هذا هو حما انا نحبك تخلي انتي وتخدم بالبودكاست مزلنا بش نطلقى وبيذن الله شابيب بوصدر بودكاست سيزن باي امباكت ستيشن كل عادة نشان جامي ويكي بغانيون ديما موجودين مع بعضنا الهني بدين الحلمة مع بعضنا ومكاملين مع بعضنا قبل ما لولزمون والتاريخ داي انتي اول واحد لو عملت بودكاست اول استوتش خولك ماشاء اي والله اسم وفرحانا لو مرا ويبعثويت نقول لك حاجة انتي انتي سيعرفتهم الكل بش تفرح لهم فملي من جو محلي قطلك ومساك ما عادهمش ماتريال وكلو يسعا وفهمت اما مغير ميكرويت وصلنا لانواع بتاع بودكاست معاش بودكاست برو عدوا بش تعمل في كار بودكاست ولا في صحيح مفيد تعرف تهورا بش تقولك حاجة صدقني فمع بيت قاعدين يتعاملوا ولا يعرفو طوى مثلا العبد الفقير اللي يعرفو في الدومين نسي كل فمتني بودكاست وراو فهم مريدش كبير وفي الانستغرام وانتي تفرجت وغيرك تفرج ويتفرج وقل لك والله ما حليل حاجة اللي عمل أما غير كأنه ما يحسك هو زده عام البودكاست دي ما يحاول أنه ما يحكيش علي وكالجوه لك نحنا موجودين البودكاست متاعنا مع عمري ما خممت هنية ني أنا ني ني الناس اللي نخدم معاها خمممنا وماشيين في الثنية هذيك وفهمة كلمة قلناها من أول نهار قاعدنا ومزلت الحلمة تكبر مية واحد نجموا نصلحوا مع بعضنا خير من مليون واحد قاعدين في الفيرغ قاعدين نحاوصوا في الفيرغ بش خليك انتي تختم صاحبي البودكاست أنا فرحان اللي موجودين أنا فرحان أكثر خوي والله العظيم فرحان أكثر ممتني لين نجمونا قد وصبح مازلنا بش نتقابل ومزلنا بش نتقابل والعبيد اللي ما سميناه هومش تول كل وكال ويحن نخرجوا تول نسبو صار بلاي قاعدين وحدنا كيلا موقتيش نقولوك إن شاء الله يحضر الوامنشو إن شاء الله تروي مو إن شاء الله تستدعاني أخي شنوانستايا تعرفهم العبيد ده دهما مويب من بعد من بعد رابدي أعمل فلنسيتك شو اللي عني بي تشوفو تشوف كين في الانستغرام مش تلزني نسمي مش أنا ذاكي خطر أنا أول مرة بحام نحب نحضر نحب نحضر فيه فيه ميشو بتاعك بولا نحب نحضر له كل شيء أنا ماذا بي أنا بني وما بعضنا خطر فما دايزيدات نجم تبني بيهم يعان نجمون نحضرنا نخدم على أكس معين فهمتنا فهمتني في بيك عندي الإكسپيرييونس بتاع كوميدينيس كافي جي كوتشي پندان توازن يا إخني ما في باليش بيانصير في بالي أي معنا انت إن شاء الله إن شاء الله إخويا مرعب بيكم شباب مره أخر أبو سدر بودكاست تنباكت ستيشن تورا نحبك أنت بالحق تخدم كيف فهم حاجة نسيحة بشقول للعبيد ولا فهم حاجة بيت حب تقول للعبيد نخليه لك أنت وكل عادة راو ما هوش أول وإخر بودكاست إن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لسكوب هنا جيناه لإميسيون إن شاء الله لنحضروا فيها نحضروا فيها إن شاء الله إن شاء الله يظلوا لإنتي فيها شكو ننغاجي لإميسيون بيان سير دي سبورتيف كيف يظلوا لإنتي فيها إن شاء الله شكو ننغاجي أنا أفضل معك شكو ننغاجي نحب ونبني وبرج ولي إن شاء الله ما تغيبش برو دي ما موجودين نحنا شاباب نحب نقول لكم اللي هذي كانت حلقة بوسدرا بودكاست امباكت سيشن مع محمد تهر الدريدي see you soon مرسي لطفي بوسدرا أعطيني واحدة بلي يفينيش متع راديو سوى ديزون راديو فوني كوالا بودكاست مرسي نس لكل اللي كنو يسمع فينا اللي لبعد لبون بون بون السهري في voilà من غير ما نقول وبيب لطفي بوسدرا مرسي بوكو مشي تلسي ملفر يمنع رشعليش اهلا سيشو شباب مرسي نس لكل